أحفظ يا أستاذي سورة قريش لكن لا أعرف معنى لإلى في قريش هذه السورة يا ولدي تذكير من الله لأهل مكة بنعمه عليهم لعلهم حين ينتبهون لها أن يقوموا بعبادة الله عز وجل حق عبادته والإيلاف من الألفة والتعود والمحبة والاجتماع والانسجام ومعنى لإلى في قريش أي أن الله هو الذي جمع أهل قريش بعد تفرق وألف بينهم وجعل بينهم الاجتماع والود والانسجام في بلدهم آمين وتلك الألفة وذلك الاجتماع قد حصلا لقريش من خلال رحلتين للتجار كانوا يقومون بها رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وكانوا يقومون بهاتين الرحلتين في أمان كامل فقد كان العرب يحترمونهم في أسفارهم لأنهم جيران بيت الله وولاة الكعبة فيذهبون آمنين ويعودون سالمين وهكذا طالب القرآن أهل مكة أن يعبدوا الله الذي سخر لهم هاتين الرحلتين فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن فهمت يا أستاذي جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر